بمعنى لقتين سكر هنعمل اقوى سماد طبيعي شايفك استغربته تقول لي هنعمل سماد بالسكر اقول لك ايوه السكر هو العصر السحرية في سماد النهاردة لاننا هنعمل سماد البنجر لكن هنعمله بطريقة غير اي حد لانه هيكون غني بالبكتيريا النفعة اللي هتزود خصوبة الطربة وتحسن صفاتها ده هيعمل ايه هيقوي ونشط الجزور وبالتالي هيكون عند نبات قوي سريع النمو تعالوا مع بعض نعمل سماد البنجر بفكر جديد دي سمرة البنجر وتعالى بسرعة اقول لك على فوايد البنجر بيحتوى على 12% سكريات او كاربوهيدرات وتقول لي النبات بيحتاج السكريات في ايه يا سيدي عملية البناء الضوئي ايه عملية معقدة صعبة في الاخر بينتج منها النبات ايه الكاربوهيدرات والطاقة فانا بمدينه كاربوهيدرات بصورة سهلة جدا بدون اي عناء تانية حاجة بيحتوى على 1-6-18% بروتين والبروتين ده هو اللي بيدخل في تكوين الاحماض الامنية المهمة جدا لحياة النبات لو انا عندي اي نبات موجهة ده اقول لدول راشد احماض الامنية بيغير من النبات بيسرع نمومه بيزول التفريعات الاحماض الامنية سحر بالنسبة للنبات كمان بيحتوى على العديد من العناصر المعدنية الهامة زي البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم والماغنيسيوم بنسبة كويسة جدا كمان بيحتوى على العناصر الازوتية اللي هو عنصر نيتروجين طبعا ده مهم جدا لنمو النبات وايضا بيحتوى على عديد من العناصر الندرة كمان بيحتوى على الحديد بنسبة كويسة جدا وفي صورة صالحة لامتصاص النبات يحتوى ايضا على العديد من الفيتامينات الهامة زي فيتامين بي وفيتامين سي والحاجات دي كلها بنساعد جدا على زيادة قوة الجهاز المناعي للنبات وتحمله للامراض زي ما حالاتكم شفتوا كده باخد سامرة بانجر بعمل لها عملية بشر بالمبشرة وبضع الناتج بتاعها في حواري لتر مية وبلاقي الناتج مجرد مضع مبشور البنجر في الماء بياخد لون احمر غامق لانه غاني جدا بالعناصر الغذائية المهمة المكون التاني عندي هو عبارة عن اه منقوع اشر الموز وطبعا منقوع اشر الموز ماد غاني عن التعريف لكن انا بستخدمه ليه هو عندي بقى له حوالي خمسة ايام فتم التحالل بتاعه وناتج عنه اللون ابت ده عبارة عن البكتيريا النفعة اللي هي بتعتبر بنسبالي مفيدة جدا لتنشيط التربة وزيادة نشاط ونمو قوة الجزور طب انا بديفه ليه على البنجر اولا لانه هو مفيد كنحية غزائية تاني حاجة انا باعتبر بمثابة خميرة بضفها لزيادة سرعة تحلل سمات البنجر زي بالزبط الحاجة ما تيجي تعمل كده آآ الزبادي بجيب كباي زبادي قديمة عندي كخميرة للزباد اللي انا هصنعه وبضيف بعد كده آآ سمات كشور الموز الى سمات البنجر واقلب كويس جدا المكون الثالث هضيف معلقتين سكر على المحلول السابق طب ليه قلنا ان سمات كشور الموز نتج من تحلوله العديد من البكتيريا او كمية كبيرة جدا من البكتيريا النفعة لزيادة خصوبة التربة ونشاط الجزور كمان البنجر هيان تجع عنه برضو بكتيريا من تحلوله البكتيريا دي كان هيتغزع ليه يتغزع السكر اللي انا هضيفه فلما هضيفي السكر هتزداد كمية واعداد البكتيريا نفعة بشكل رهيب جدا جدا ده هيزود خصوبة التربة وهيصرع جدا من اشاط الجزور وهيصرع جدا من نمو النبات وزيادة التفرية وبغطي الاناق بتاعي وبلاحز ان انا ترك مسافة كده بدون آآ ما تكون ممتنع بالمحلول دي بتكون فيها هوى عشان تساعد مياه على سرعة اتمام التخمر الهوائي للمحلول بطلق المحلول ده لمدة حوالي خمس تيام وبعدها هيكون جاهز سماما للاستخدام هتكلم دلوقتي عن كيفية الاستخدام ومعدل الاستخدام لسمات البنجر سماد البنجر يصلح لاي نبات مثلا ده نبات البقدونس ده نبات خضر ممكن هنا اسمده بسمات محلول البنجر بدون اي مشاكل وباي كمية ده كمان نبات السنجنيوم والده نبات داخلي برضو ممكن اسمده بسمات محلول البنجر وسواء كان مركز او مخفف برويه بما يكفيه من المحلول كمان عندي شتلات المانجو وكانت مزروعة من البزرة هنا هعمل لها عملية برضو هنا ساقي بمحلول سماد البنجر كمغزي لها اي سماد طبيعي بالرغم من احتواءه على الكثير من العناصر المغزية لكن نسبة العناصر فيه بتكون قليلة مش زي سماد الاني بي كيه فلذلك انا مسلا ما ينفعش ان اخفف مسلا ان المحلول ده بعشرين لتر المية زي بعض الناس ما بتقول لا انا اخف ان انا اما استخدمه مركز او اضع عليه ضعف حجمه من الماء كمان لازم انوع في استخدام السماد الطبيعي ما ينفعش ان انا اتكل على نوع واحد فقط لان كل نوع بيقولنا بيكون مميز ببعض العناصر عن نوع الاخر فان هنا ممكن استخدم اكتر من نوع من السماد الطبيعي بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو شكرا لحسن السماعكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة